للصناعة أهمية كبيرة في الوطن العربي بترجع أهميتها أن بتسهم بسلس الدخل القومي للوطن العربي وكمان بتوفر فرص عمل للشباب وأنواع الصناعات قسمناها لنوعين هي صناعات استخراجية فيها استخراج المعادن ومصادر الطاقة من بطن الأرض والصناعات التحولية بيتم من خلالها تحويل المواد الخام لتصبح منتجات صالحة للاستخدام خدنا كمان أن من الصناعات التحولية صناعة الحديد والصلب ومصر بتحتل فيها المركز الأول عربيا وكمان صناعة الأسمنت وأولى الدول العربية في صناعة الأسمنت هي دولة السعودية كمان خدنا صناعة البتروكيمويات وتكرير البترول وصناعة المنسجات بعد كده عرفنا أن رغم أهمية الصناعة لكن بتواجه العديد من المشكلات إيه هي المشكلات اللي بتواجه الوطن العربي في مجال التعدين والصناعة هي استيراد الآلات والمعدات هي بعد مناطق الإنتاج عن مناطق الاستهلاك هي الاعتماد على الصناعات الاستخراجية ونفاذ بعض مصادر الطاقة غير المتجددة طيب الدول العربية عملت إيه علشان تواجه هذه المشكلات أو علشان تعمل تنمية في مجال التعدين والصناعة اهتمت بالتعليم والبحث العلمي كمان قامت بتحديس البنية التحتية وعملت مدن صناعية حديثة وزكية واعتمدت على مصادر الطاقة النظيفة خدنا بعد كده هوت أن بعض الدول بتسمى نمازج رائدة في التنمية الصناعية هي دولة مصر والإمارات والسعودية وقطر عشان توسعت في مجال الصناعة الخضراء تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن